لأننا شفنا الأخطاء ويمكن نقول لك عاطي القوصة اللي باريها الأخ عبد الرحمن هو أقرب واحد للحكام واللي يعني ما يحدث في التحكيم ويمكن هو تكلم في المجال هذا ولكن دعنا نشوف الأخطاء اللي صارت خلال الفترة الماضية أخطار كبيرة جدا وشنيعة جدا وخطيرة جدا ويمكن قليل أنها كانت تحدث من حكامنا السعوديين وتغير فيما صار ممكن الدوري نعم ولكن الثقافة هنا ثقافة الجمهور ثقافة المجتمع ثقافة الألام المتعصب تعامل مع هالحكام ببرود جدا ولكن عندما يكون حكم سعودي فالتعامل معه يكون قاسي جدا فهذا يرجع إلى الثقافة فمهما تحدثنا في موضوع التحكيم فهنا أعتبر جدل بيزنطي لن نوصل أنه إنت ولا أي واحد إلى حل لأن في النهاية الحكم سيخطي هناك من سيشن الهجوم عليه الحكم سعودي سيحكم المباراة هذه هناك من يعني يبدأ في التحريض على الحكم أو التأثير عليه من خلال سواء المنابر الإعلامية ومن خلال قنوات التواصل الاجتماعي المختلفة أو من أي طريق نتذكر أنه كان في جمهوري يروح نزعجون الحكام في بيوتهم بعد للتأثير عليهم في زمن ما فبالتالي هذه الثقافة القرار هذا كشف لنا هذه الثقافة أنا لو بيدي القرار في الموضوع هذا رجع الحكم السعودي ويقول له هذا أسمع واحد يقول شيء علي لأنه يا أخي والله كلنا كلنا والله سلطان لأن أثبتت التجربة أثبتت أن الحكم السعودي لا يوجد عيب الحكم السعودي مثل أي حكم موجود في العالم هو يقدر حاله في نائخ إنسان قد يصيب وقد يخطئ والحالة هذه هي جزء من الثانية ما هي حالة تكرر عليها أكثر مرة ويقدر يجلس يدرس الحالة ويبحث فيها ويشوف الخطأ وين بالضبط ويصل إلى تقدير 99% الحكم يتخذ قراره في جزء من الثانية ومطلوب منه أن يكون قراره 100% ليس صحيح نحن نظلم الحكم السعودي ونظلم كروث القدم السعودية الآن اتحادات قرية